إندوزال، إحدى القبائل الواقعة في إقليم تارودانت، تعيش في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة بسبب الجفاف الذي أثر بشكل عميق على نمط حياتها. السكان الذين كانوا يعتمدون على الزراعة المطرية وتربية الماشية وجدوا أنفسهم مجبرين على الهجرة نحو المدن الكبرى بحثاً عن فرص عيش أفضل. قلة التساقطات المطرية أثرت بشدة على الأراضي الزراعية، حيث أصبحت التربة جافة وغير صالحة للزراعة. بينما الأشجار، بما فيها شجر الأركان الذي يعتبر رمزاً لمنطقتهم، أصبحت عاجزة عن الإنتاج. مما أدى إلى تراجع في موارد الرزق، هذه الظروف الصعبة عمقت معاناة السكان وزادت من نسبة الفقر ليس فقط في دوار إندوزال، بل أيضاً في القبائل المجاورة. رغم هذه التحديات، يبقى الأمل معقوداً على حاول مستدامة تشمل مشاريع لتحسين تدبير الموارد المائية وتعزيز فرص التنمية في المنطقة للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي لهذه القبائل التي تمثل جزءاً مهماً من هوية المغرب. سطوك ثيفي والسلام عليكم. إذا أعجبك المحتوى لا تنسى اشتراك في القناة. سطوك ثيفي فضلاً وليس أمراً. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة